اهلا بيكو اعزائي مشاهدين النهاردة حلقة من اقوى الحلقات معاكم دكتور احمد ابراهيم المستشار النفسي والمعالج السلوكي هنتكلم عن حاجة اكيد بتهمنا كلنا وبتهم ناس كتير وكلنا بنتعرض لها اثناء حياتنا اليومية وهي الضغوط النفسية كتير مننا طبعا الفترة دي بيتكلم عن الضغوط النفسية انا مضغوط انا مخنوق انا متدايق وهو مش عارف الدنيا ماشية ازاي او الضغوط دي اتأسبابها ايه او ازاي يقدر يتخلص منها النهاردة احنا هنتكلم مع الزملاء اللي موجودين وهنوضح لكم كتير جدا عن الضغوط النفسية وعن تأثيرها على حياتنا اليومية وكمان هنعرف ازاي نعالجها او نقاوم الضغوط دي ونقدر نتخلص منها النطج النفسي مبدئيا كده عشان اقدر ان انا اتغلب على اي ضغط نفسي موجود عندي لازم ان انا ابدأ اعمل ايه اكون ناضج نفسيا للاول طب يعني ايه نطج نفسي النطج النفسي ببساطة شديدة عبارة عن ان انا اكون قادر على التعامل مع المواقف ومع الضغوط الحياتية بشكل فعال وبشكل قوي وكون عارف السلوك بتاعي اللي انا اللي هينتك ده هيتعمل امتى وازاي وفين هو ده النطج النفسي ببساطة شديدة يبقى النطج النفسي مرة تانية انا ناضج نفسيا امتى ناضج نفسيا لما اكون قادر ان انا اتعامل مع المواقف ومع الضغوط الحياتية بشكل فعال والضغوط ديات ما تبدأش نهاية تتحكم في حياتي أو تأخرني أو ترجعني الورق ده النطج النفسي النطج النفسي ليه مراحل كتير جدا طبعا من ساعد ما احنا بني مولودين صغيرين وبنكون معتمدين على بابا وماما حتى في اتخاذ قاراتهم في حياتنا ألبس ايه أتحرك ازاي أنزل فين أجي منين أصاحب مين ما صاحبش مين القارات دي في الغالب بتاخدها ماما وبابا بدلا عننا ليه عشان احنا لسا مش نضيجين نفسيا بما يكفي بعد كده بنبدأ نوصل لمرحلة ايه بقى الاعتماد على الزات أو أن انا أتخذ قراراتي دي بايه بنفسي اتفقنا طيب ده كده النطج النفسي طب ايه هي الضغوط النفسية حد يقدر يقول لنا ايه هي الضغوط النفسية يعني ايه كلمة ضغط نفسي علماء الفيزياء والهندسة كانوا دايما يقولوا كلمة ضغط ديت معناها أننا مضغوط نفسيا بعيدا بقى عن النفسية عمتا بصفة عامة كلمة ضغط يعني ايه يعني أنا قوة خارجية ده ضغط على الشكل أو الموضوع اللي قدامي فبتأثر في شكله وفي مضمونه وفي معناه فلو احنا خدناها على الناحية النفسية نقول ضغط نفسي يعني ايه الضغط النفسي معناه قوة خارجية بتأثر على حياة الإنسان فبتبدأ أن هي تعمل ايه بقى تغيرها ايا كان شكل ايه التغيير ده ايه اتفقنا وكان لها تعريفات كتير جدا اعرف الضغط النفسي تعريف جميل جدا وبسيط عشان الناس كلها تكون عارفا وقال ان هو الحالة النتجة الحالة النتجة عن ايه عن عدم التوازن عدم التوازن بين القدرة بتاعة الفرد على التعامل مع الضغط والموقف نفسه ايه هو هو عدم التوازن بين قوة الموقف او قوة ضغطة بتاعة الموقف وقدرة الفرد على التعامل مع ايه مع القوة دي تمام وعرفه كمان فينك وده علم نفسي برضو مشهور جدا قال إن الضغط النفسي معناه عدم التكيف مع ضغوط الحياة اليومية مع ضغوط الحياة اليومية الضغوط النفسية دي يا جماعة ليها أسباب كتير جدا زي إيه أسباب الضغوط النفسية الانهماك المستمر في العمل والضغط المستمر بتاع العمل يعني أخلي يوم كله عمل زي بعض الناس اللي هي مدمنين العمل وده طبعا مشكلة لإن إحنا لازم يكون جسمنا ليه وقته عقلنا ليه وقته لازم أرتاح فيه وحاجات كتير من هذا القبيل يبقى أول حاجة هي إيه؟ الضغوط في العمل وإدمان العمل طب رقم اتنين إيه هي؟ القفين اللي إحنا بنشربه القهوة اللي بنشربها بعيدا عن حتة الفوائد اللي بعض أخيصيين تغذية بينصحوا بيها أو بيقولوا عليها أو اللي بعض الناس بيستخدموها لأمور كتير لكن حتة إن أنا أشرب قفين بشكل مستمر وبشكل كتير ده بيستأثر على الدماغ بتاعتي بتخليها منتبهة بشكل مستمر فبيعمل لي قرق في النوم فبالتالي بشكل طبيعي هيعمل لي ضغط عصبي ونفسي علي تمام؟ رقم ثلاثة إيه كمان؟ الألأ رقم أربعة التوتر تمام؟ طيب رقم خمسة إيه كمان؟ حد عنده خلفية قلة النوم بقى واضطربات النوم ومشاكل النوم الناس اللي هم تبقاش نايمة كويس ومش واخدها كفيتها في النوم طبيعي جدا نوع هيكون قايم مش مرتاح ومش مبسوط وبالتالي يومه كله هيكون مقفول خلاص مع أول ألم هيقول أنا سلمت هو مش قادر أصلا يتحرك ولا يتفعل بشكل جيد لأنه مش نايم أو مش واخد كفايته من النوم تمام كده؟ يبقى إيه هم تاني بقى حد يقدر يقولهم لنا؟ واحد ضغوط العمل اتنين الكافيين تلاتة الألأ أربعة التوتر خمسة إيه هي قلة النوم اتفقنا كده؟ طيب إيه هو الفرق أصلا بين الألأ والتوتر؟ احنا بنقول ألأ وتوتر في الغالب ناس كتير جدا بتقول أنا ألأ أنا متوتر اللي اتنين بيستخدموهم بدل بعض لكن هو فيه فرق كبير جدا بين اللي اتنين أنا ألأان تجاه موقف معناها أن أنا ألأان من الموقف ده ومن تبعياته فأنا بحاول أدور على حل اتفقنا؟ التوتر معناه أن أنا يبقى متوتر أو ألأان برضو تجاه موقف بس أنا مش بيدور على حل أنا مركز على جانب السلب بتاعه بس اللي اتنين بيسببوا له ضغوط نفسي ولكن أحيانا الألأ بيكون دافع لنا أن احنا نجد الحل تجاه الموقف المعاناة بمعنى أننا ممكن يكون ألأان شوية من الامتحان فزاكر كويس فخش نجح ولكن الألأ في حد ذاته برضو هو يعتبر نوع من أنواع الضغوط النفسية وبيؤدي لمشاكل كتير جدا نفسي طبعا إحنا الفترة اللي فاتت كنا بنسمع برضو كتير عن مش عارف مين اللي انتحر ومين اللي راح فين ومين اللي نط منين الانتحار ولكام ده كله هو نتيجة تلقائية خالص لمين؟ للضغط النفسي برضو الضغط النفسي هو من أقوى ومن أشد الأمراض النفسية اللي ممكن تسيب الإنسان الضغوط النفسية لو ما قدناش نحن نتخلص منها بشكل فعال أكيد إحنا هنبقى تعبنين كتير جدا نقدر إزاي نقاوم الضغوط النفسية دي حد عنده خلفية؟ نقول لكم إحنا بقى إزاي نقاومه عشان يكون عندي ضغط النفسي وأنا عايز أقاومه لازم يكون عكس التعريف على طول لازم يكون عندي القدرة على التكيف مع الضغوط الحياتية ديت وكمان إيه؟ أعرف إن أنا سيطر على حياتي وأقدر إن أنا أعمل إيه كمان؟ أحل المشكلة لازم إن أنا أقدر إن أنا أحل المشكلة ديت وفكر في إيجاد حل للمشكلة مش أفكر في المشكلة نفسها الفكرة بقى كلها إيه في الشعب؟ مش هقول طبعا عن مصري إن الشعب المصري ده من أعظم الشعوب إحنا هنتكلم عن الشعوب بصفة عامة هنلاقي إن دايماً الشخص بيجري ورا المشكلة ويفضل بصص لها كده أنا تأخرت أنا تأخرت أنا تأخرت أنا تأخرت أنا تأخرت طبعا إنت تأخرت تأمل إيه؟ هتأمل إيه بقى؟ هي دي النقطة المهمة إنت تأخرت بدل ما تفكر في إنك تأخرت لإنك قريدي تأخرت ودي خلاص حاجة إحنا عارفينها ما تكلمناش عنها كلمنا بقى هتأمل إيه؟ عشان تسعف نفسك عشان تأخرت هنعمل إيه؟ هننزل ولا هنركب إيه؟ ولا هنروح نعمل إيه؟ ولا هنيوصل إزاي؟ لازم يعني خلاص إنت حصلت المشكلة هتبقى عبوس الوجه بقى هتكشر هتتدايق وأنا متدايق دلوقتي أصلي خلاص أنا طريقي يوقف وحياتي نهارت ليه؟ ابتسم؟ وبسط كده وخليك لذيذ؟ هتلاقي أمورها كلها عدت والدنيا عدت واستمر وكم لكن ما نفعش إن إحنا نفضل نفكر في إيه؟ في المشكلة لأ لأن الحل هو أهم من المشكلة فوضل ما نفكر في المشكلة نفكر في إيجاد حلول إيها تبنعمل ده إزاي؟ ورقة وقلم وهكتب بالورقة والقلم كده المشكلة كذا كذا ده بيان المشكلة رقم اتنين أبدأ أكتب بقى خطوات حل المشكلة ديت الحلول المفترضة من وجهة نظري وأبدأ أصفي زهني وأفكر في الحلول تلعوا خمسة تلعوا ستة تلعوا عشرة أبدأ أكتبهم بعد كده أمسك حل حل من الحلول ديت وأشوف إيه العقبات اللي ممكن تواجهني وأنا بحل المشكلة بالحل ده اتفقنا كده أنا خلص عملت إيه بقى؟ اتخلصت من القلق اتخلصت من القلق بأن أنا مركزت على الحلول وبعدت فين؟ عن المشكلة رقم اتنين اتخلصت أكيد من التوتر اللي هو تابع للقلق على طول اللي اتنين دولوا إخوات مربوطين ببعض توقم القلق على طول معت توطر فأنا مشيت من التوتر طب شلت حاجتين من أسباب الضغط النفسي يبقى أنا كده إيه؟ بقيت أقل ضغطا أقل ضغطا القوة الضغطة عليها دي قلت شلت حاجتين مهمين أهو صح كده؟ طب إيه كمان ممكن يكون بيضغطني كتر التفكير بقى والملفات الكتير اللي احنا بنفتحها في مخنا العقل ده يا جماعة عامل زي الكمبيوتر بالضبط تخيل أنت اللابتوب بتاعك أو الكمبيوتر فتحته ففضلت تفتح ملف في التاني في التالت فيديو في فايل في فولدر وعملت تفتح اللابتوب بيعمل إيه؟ بيصرخ وبيستغيس ويقولك حرام عليك ارحمني سبني أول حاجة بيظهر لك رسالة كده شيل بعض المهام اللي ممكن تكون موجودة ما عملتش واستمرت بيبدأ خلاص يا إما راستر بتلقائي إما يطلب منك إن انت ترسطر الجهاز رسطرت الجهاز وروح تمكمل تاني بعديه وضغط عليه أكتر إيه اللي ممكن يحصل؟ يا ممكن بقى المرة دي مش يستغيس ويقولك رسطرني لا يستغيس ويقولك أنا كده خلاص البقاء لله روح بقى لبتاع سيانة وابدأ إن انت عالج المشكلة أو الاتراب اللي حصل داخل جهاز الكمبيوتر ده المخ يا جماعة أعقد كتير جدا من الكمبيوتر بس هو شبيه ليه في التعامل لو أنا فضلت أفتح ملف في ملف في ملف في ملف طب وبعدين كل الملفات اللي أنا فاتحها دي هتعامل معها إزاي؟ وهبدأ إن أنا أعمل إيه؟ عشان أحل المشاكل دي كلها أكيد المخ ده هيبدأ يا إيه؟ يهنج هيهنج مني خلاص أنا دي بقى اللي بنسميها إيه؟ أنا فصلت أنا مش قادر أنا مش عارف أستوعب أنا مش قادر أفكر أنا تعبان صح؟ أنا مخنوق سيبوني الوحدي أنا إيه زي أقعد مع نفسي مش دي كلها مصلاحات إحنا بنستخدمها فهنا المخ خلاص إيه؟ عطل يبقى أنا محتاجي إن أنا أعمل إيه؟ أقفل الملفات طب أنا عشان أقفل الملفات دي بقى أقدر إن أنا أعمل إيه؟ في حاجة مهمة جداً جداً هي اسمها إيه بقى؟ إزالة روح الانتقام من جوانا ليه؟ لأن للأسف 90% من الملفات اللي بتكون مفتوحة في مخنا هي ملفات الانتقام أنا زعلان من فلانا وأنت زعلان من فلان أو فلانا برضو نفس الفلانا فأنتوا مخنوقين ومتدايقين من الشخص ده فأنتوا بتفكروا له زي تنتقموا منه حتى لو ما كانش انتقام ده موي بس مهم أن فيه روح الإيه؟ الانتقام مجرد إن إحنا ننتزل روح الانتقام دي من جوانا إحنا بكده خلاص ريحنا نفسينا كتير جداً جداً من ضغوط النفسية وطريباً إيه؟ حوالي بالضبط 7% من ملفات المفتوحة اتقفلت لأن كلها بسبب روح الانتقام اللي موجودة وعيشة جوانا دي الكارينجي مؤلف كتاب داع القلق وبدأ الحياة كان بيقول يعني جملة جميلة جداً إيه هي بقى؟ نقولها؟ بيقول إن إحنا لو قدرنا نشيل روح الانتقام أو إن إحنا نبدأ ننتقم من الآخرين ومن أعداءنا لو قدرنا نشيلها فإحنا بكده أزلنا القرب القرب اللي هو الدئة والهم أزلنا القرب وقرحنا الجسد وجنبنا إيه بقى؟ وجنبنا جسمنا إيه؟ من الترابات المهلكة لأن طبيعي طبعاً مع التراب والقلق والتغطر والترابات النفسية بيحصل إيه؟ مشاكل في الضغط والسكر وإيه إلى آخره زي الولايات المتحدة الأمريكية ما كانت بتنزعج جداً من مشاكل الترابات بتاعت القلب والنفس وعملت دراسة كبيرة في جامعة هارفورد واكتشفت إن نسبة كبيرة جداً من الترابات دي كانت سببها الأساسي إيه؟ الضغوط النفسية والمشاكل الحياتية اللي الناس كانت بتقابلها في حياتها اتفقنا وكمان عندنا كارثة من حتة القلق والتغطر ده إيه هي الكارثة؟ زي إيه؟ الكارثة دي اللي بتقابلنا في حياتنا إن إحنا ما بيبقى قلقانين ومتضيقين للأسف بيحصل معانا إن إحنا بنتضغط طيب هنتلع فاصل يا جماعة ونكمل تاني أعزائي مشاهدين أهلاً بيكم مرة تانية هنكمل الكلام بتاعنا عن الضغوط النفسية وإزاي نعالجها إحنا كنا وصلنا مع بعض في حياتة القلق والتغطر وعرفنا إن الانتقام بيسبب كتير جداً بعد ما خلصنا القلق والتغطر من الضغوط النفسية طيب الانتقام زي ما إحنا قلنا لازم إن إحنا نتخلص من روح الانتقام دي عشان نكون مرتاحين نفسياً والضغوط بتاعتنا كلها متشالة طيب الشرطة الأمريكية كان لهم شعار جميل جداً كانوا دايماً بيقولوا للزباط اللي عندهم بيقولوا إيه؟ شعار جميل أو رائع يعني بيقولوا لهم روح الانتقام أو بحثك الدائم على الانتقام سيؤذيك أنت دون غيرك هيؤذيك أنت لو إحنا افتكرنا قصة كده كانت لذيذة جداً وجميلة تعبان والموس جرحه فإما الموس جرح التعبان عمل إيه؟ التعبان لف جسمه عارفيني أنه قوة التعبان فين؟ في جسمه فلف جسمه على الإيه؟ على الموس ده وبدأ يضغط أكتر لأنه بينتقم بقى فبدأ يعمل إيه الموس؟ يعواره أكتر ما الموس عامل كده هو بيضغط عليه فبدأ يعواره أكتر فبدأ التعبان يعمل إيه؟ يضغط أكتر على الموس ففي الآخر الموس عمل إيه؟ قطع موسين؟ يبقى مين اللي اتأذن للانتقام؟ التعبان التعبان مش الموس فهي الفكرة كده دايما نروح الانتقان جي بتأذينا إحنا مش بتأذي حد تاني وأحنا مطلوب بنا نعمل إيه؟ نتسامح التسامح ده أهم شيء دكتور مثلا نسامح حد وهو يعني أنا شال منه أو حد في نفسيتي منه جميل جدا هنا أدهم سألنا سؤال رائع وممتاز إزاي أسامح حد ونشال منه أو مش نسيره الموقف هو التسامح أصلا بمفهومه مش معناه أن أنا أنسى الموقف اللي بينسى ربنا صلى الله عليه وسلم نحن ننسى الموقف إحنا ضلنا أن نكون فاكرين الموقف بس ما بنحملش معاها أي مشاعر سلبية طب يعني إيه؟ تعاون بصتها شوي التسامح معناه أني أنا لا أكن لك أو لا أكن لك أي مشاعر كرهة أي مشاعر كرهة أو أي مشاعر إيه؟ سلبية وأنا فاكر لك الموقف ومتدائي منك وزعلانه كل حاجة بس ما فيش أي مشاعر إيه؟ كرهة أو انتقام نحيتك هو ده التسامح طب أنا سامحك مرة وزين وثلاثة ممتاز جدا إحنا عندنا هنا سؤال بقى تاني إن إحنا سامحنا مرة واثنين وثلاثة صح كده؟ هنعمل إيه في الموقف اللي زي كده؟ هنسامح الرابعة والخمسة والستة والسبعة بس الفكرة كلها في إن التسامح حاجة ويكون إن أنا بتعامل مع نفس الشخص أو ما بتعملش معاها دي حاجة تانية خالص يعني إيه؟ يعني يكون إن أنا مسامح حضرتك فزي ما أنا قلت مرة من شوية إن أنا مش ما فيش مشاعر كرهة جاهك أو ما ديش مشاعر دي نحيتك ومش عايزة نتقن منك لكن ده مش معناه أن أنا هتعامل معاك لأ هنا بنعمل إيه بقى؟ بسمحها المرة الرابعة وبحط حدود إن أنا مش هتعامل معاك تاني لكن أنا مسامحك التسامح ليس معناه عشان بس الناس يكونوا فهموا الحتة دي كويس جدا والمشاهدين كلهم يركزوا معايا في الحتة دي التسامح ليس معناه إن أنا هرجع تاني معاك زي الأول بالزبط لأ أنا بسمحك ومش هكلمك تاني ده وضع تاني أنا هنا حطيت حدود لإن أنت شخصي بتأذيني فأنا سامحتك من أجل نفسي لإن حاليك لما هتسمحها في المرة الرابعة زي ما إحنا اتفقنا بتسمحها من أجل نفسك مش من أجلنا إحنا ولا من أجله هو أنت بتسمحها من أجل نفسك عشان تشيل الضغوط لإيه؟ النفسية من عليكي هو بقى من هنوقف التعامل معاهم وشانتعامل معا مرة تاني اتفقنا كده؟ طيب زي ما إحنا قلنا تاني وإحنا بنقاوم الضغوط النفسية أو بنعالجها إحنا قلنا إن إحنا محتاجين نعمل نزيل روح الإيه؟ الانتقام الانتقام ونشيل التوطر والقلع بالاستراتيجية اللي إحنا قلنا عليها إن إحنا نبص على الإيه؟ على حل المشكلة؟ مش على المشكلة النفسية طيب إيه كمان ممكن نعمله عشان خاطر نحل الضغوط النفسية ونقللها ونخففها زي مثلا العلاقات الاجتماعية صح كده؟ تمام جدا محمد أيمن بيسألنا عن العلاقات الاجتماعية وتأثيرها على الإنسان في دراسة كبيرة جدا يتعمد ودي كانت أطول دراسة في جامعة هارفورد قاعدت حوالي 75 سنة تخيلوا المدة؟ كبتدرس تأثير العلاقات على حياة الإنسان أو تأثير يعني أشوف صحة الإنسان فبضل يتابعوا صحة الإنسان وطبعا اللي بيتابعوا الموضوع ده جيل وراجيل وراجيل من الدكتر والأطباء اللي بياخدوا الإنسان من العمر تقريبا الرجل من حوالي 30 مثلا 35 سنة لحد ما يبقى عنده بقى كم سنة الله أعلم ويشوفوه مات إمتى ومات ليه صحيته كويسة ولا مش كويسة؟ عنده ضغوط ولا مش عنده ضغوط العيانة اللي هم أخدوها كلها كان من ضمنها كبان جون إف كاليدي الرئيس الأمريكي والدراسة دي أصفرت في الآخر عن إيه بقى مش إن الأكل ولا مش عارفة إيه ولا الرياضة ولا كم ده هو اللي كان بيقص على صحة الناس وعلى سعادتهم وبس لا اكتشفوا إن العلاقات الحسنة أو العلاقات الجميلة أو العلاقات الرائعة في حياة البشر هي اللي بتطيل العمر وتؤثر عليه بالإيجاب في إنه يكون عايش إيه بقى حياة خالية من الأمراض أو على الأقل لو جاله المرض يقدر يقوم بشكل فعال وما ييه وما يتعبش بسهبه يبقى إذن العلاقات الاجتماعية والتواصل الفعال مع البشر ده شيء رائع جدا عشان يخفف حدة التوتر وحدة الضغوط النفسية اللي عندنا وكمان يخلينا عايشين حياة سعيدة وحياة رائعة طب ما عدد لزنك بس أنا عندي سؤال نجحة تاني للأشخاص اللي بتأثر علينا بالضغط النفسي دلوقتي أنا مثلا شخص عزيز عليه وبحبه جدا وطول ما هو موجود بيسبب لي ضغط نفسي تمام يعني وجوده ذات نفسه بيسبب لي ضغط نفسي بدون ما يقصد وأنا في نفسه مش عايزة بعد عنه أو مش قادر أن أبعد عنه وبعدها تحطيت في نفس الموقف الموقف طواله هو بقى أن أنا وجودي في حياة شخص ثاني بيأثر علي نفسي بس هو أصلا مبدئيا العلاقة اللي فيها تأثير بالسلب على حياة البشر دي علاقة اسمها علاقة مستنزفة علاقة غير صحية علاقة غير سليمة ولابد من أن احنا ننهيها تماما ننهيها تماما العلاقة الطيبة معناها أني أنا مبسوط وإنت مبسوط اللحظة اللي هيكون فيها أنا مسبب لك أزة لازم تسيبني اللحظة اللي هيكون فيها أنت مسبب لي أزة لازم هسيبك اهو حضرتك مش قصدك وانا مش قصدي فاهمني بس احنا الاتنين مش قادرين نسيب بعض يعني مش قادرين دي علاقة احتياج احتياج وتعلق وعلاقة الاحتياج والتعلق علاقة فشلة اتفقنا يا جماعة يبقى احنا اتكلمنا عن النطج النفسي اتكلمنا عن المقاومة بتاعت الدغوط النفسية وعرفنا ازاي ان احنا نقومها وان احنا نبدأ نشيلها هنعمل ايه خمس حاجات مهمين جدا هننظم وقتنا تمام هنبدأ ان احنا نبني علاقات جيدة مع الاخرين هننتزع روح الانتقام من جوانا ونبقى متسامحين هنشيل القلق والتوتر بان احنا هنحط استراتيجية حل المشكلة مش المشكلة عيني على الايه على الحل مش على المشكلة اتفقنا احنا وضحنا من شوية ان القلق انا ببقى الان تجاه مشكلة بس انا معايا حل او عايز حل لكن التوتر الان ومش عايز حل اتفقنا دمتم اصحاء وسعداء ونشوفكم باذن الله في حلقات تانية كتير ونكون يعني افدناكم النهاردة ونتمنى ان المشاهدين يستنونا باذن الله ربعامين في البرامج اللي جاية باذن الله عشان نقدر ان احنا نفدهم ونتكلم عن كل المشاكل النفسية والضغوط ازاي ان احنا نواجهها وازاي ان احنا نتغلب عليها دمتم اصحاء